نصبح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر وقبل ما نبدأ فقارتنا النهاردة وقولى فقارتنا في برنامجنا صباح الخير خلونا نروح ونصبح على منا الشرقاوي ونعرف منها أحوال الطقس منا صباح الخير يا منا صلاة الخير يعني كل سنة وانت طيبة الأول يوم المرأة بقى العالمية وكمان في يوم المرأة المصرية أعتقد طبع النهاردة جو لطيف خالص إن شاء الله الناس هتم جزت ومناسب جداً للاحتفال كباب يوم المرأة صباح الخير على كل مشاهدين خلينا نستعرض محضراتكم جولة سريعة في أحوال الطقس النهاردة النهاردة الطقس حيكون دافي على القاهرة الكبرى والوجه البحري والنهاردة في أتربة وغبار في الجو وده حيكون في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سينة كمان حيكون في أمطار خفيفة لمتوسطة على سواحل الشمالية ووسط سينة وشمال الوجه البحري درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 25 درجة أعلى درجة حرارة حتكون في أسوان 33 درجة والأقل في السلوم 19 درجة هنتابع مع حضراتكم التقص بالتفصيل بعد قليل دلوقتي لكل الناس اللي ما نزلتش تعالوا مع بعض نستعرض أحوال المرور في مناطق مختلفة في مصر في منتصف الأسبوع التالت للدراسة وبننصح كل الناس اللي عندهم موعيد ينزلوا بدري علشان الزحمة ويتجنبوا ساعة الضروة الصباحية كمان بنأكد أن الإدارة العامة للمرور بتنشر خدمات على طول الطريق الرئيسي أو على كل الطرق الرئيسية للتعامل مع أي طريق بيحصل خلينا على طول نبتدي جولتنا من محافظة القاهرة زي ما احنا متعودين بنبتدي من القاهرة وحنبتدي من نفق الأزهر احنا شايفين الخريطة كلها مكسوة باللون الأخضر لغاية دلوقتي إن شاء الله ما فيش أي كسفات هنبتدي بقى من نفق الأزهر كسفات بسيطة جدا جدا هناخدها وانتبع مع بعض للمتجه للقادم من صلاح سالم لمدان الأوبرا والعكس في نفس الوقت هنلاقي بعض الكسفات البسيطة أعلى كبري أكتوبر للجاي من رمسيس وغمرة وملغاية مدينة ناصر ومناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس كمان ممكن نلاقي بعض الكسفات المتحركة في المسطح الأرضي في شارع رمسيس وصولا لغمرة والعباسية ومطالع ومنازل كبري أكتوبر لو بصينا على الأوتوسترات هنلاقي فيه كسفات مرورية نسبية بتزيد بعد شوية طبعا للجاي من مناطق حلوان للمعادي والمؤطم وكمان هنلاقي بعض الكسفات البسيطة لعند كبري أكتوبر وكسفات مرورية للسيارات للجاي من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد وطبعا بعض الكسفات في الاتجاه العكسي برضو لو بصينا على ميدان التحرير والمتاجه من ميدان التحرير لمدينة نصر ووصولا لمحور النصر والمنصة برضو هنلاقي بعض الكسفات المتحركة لو بصينا بقى بالتحديد على عباس العقاد والطيران وميدان ربعة ووصولا للدائري برضو هنلاقي بعض الكسفات المتحركة لكن إجمالا خريطة القاهرة ما فيهاش مشاكل أبدا مرورية النهاردة خلينا بقى نبص على محافظة الجيزة ونستعرض مع بعض الشوارع هنبتدي من شارع السودان احنا شايفين سيولة مرورية للي جاي من شارع السودان هنفضل ماشيين لغاية ما بنوصل لجامعة القاهرة وتحديدا عند كلية الأطار بعض الكسفات المرورية البسيطة الطبيعية اللي بتكون موجودة في الوقت ده لو بصينا بقى على الدقي هنلاقي الدقي بتشهد الطرق هناك سيولة مرورية لغاية ما بنوصل لغاية كبري أسر النين وميدان التحرير وحنلاقي الكسفات بتاعت تظهر على طول عند محور صفت اللبن للمتجه من الدائري وصولا لشارع السودان لكن نقدر نقول انها كسفات مرورية متحركة مش هتأثر على حاجة ومش هتعطلنا كتير اللي عايز ياخد طرق بديل بننصح بمحور عرابي للي جاي من الدائري ورايح المهندسين أو الدقي برضو كبري عباس والجامعة والجيزة هنلاقي برضو ده طريق بديل هنلاقي بعض الكسفات بتظهر بمحيط ميدان النهضة وصولا لإشارة بين الصراعات وشارع النيل السياحي طبعا بسبب أعمال إنشاء نفق النهضة عايزة بس أفكر حضراتكم إن مطلع الدائري اللي جاي من المنيب اتفتح من ثلاث أيام بعد ما كان مغلق لمدة واحد وعشرين يوم وده سبب انفراجة مرورية هنكمل جولتنا المرورية ونروح اسكندرية وزي ما احنا شايفين هنا هنلاقي بعض الكسفات البسيطة اللي موجودة في المنطقة المحيطة بكبريستانلي وكمان هنلاقي كسفات بسيطة عند تقاطع الإشارات بطول الكورنيش أما باقي الشوارع الجانبية هنلاقي السيولة المرورية فيها نسبية لو بصينا على الطريق المؤدي للجامعة هنلاقي بعض الكسفات المرورية البسيطة طبعا حتزيد مع ساعات الضروة الصباحية وده وسط تواجد خدمات مرورية موجودة لتسهيل حركة سير السيارات ومنع التكدس في جميع الشوارع الرئيسية نروح لمدينة أسوان النهاردة درجة الحرارة في أسوان 33 وجو هناك ممكن يكون حار شوية لكن هنلاقي سيولة مرورية شديدة جدا زي ما احنا متعودين هنبتدي من مدان السادات وتحديدا لغاية شارع كونيش انييل احنا متعودين ان احنا بنلاقي سيولة مرورية تامة لغاية ما بنوصل لمنطقة الفنادق ساعد بنلاقي بعض الكسفات المرورية وبالتباركس ده الشارع بيشهد سيولة مرورية تامة اجمالا احنا عندنا كل المحافظات الأمور فيها طيبة النهاردة مروريا ان شاء الله اليوم يستمر بالمنظر ده نروح على طول لباسانت وأحمد نبتدي معاهم النهاردة حلقتنا تفضل يا احمد وتفضل يا مصر بشكرك يا منا ويمكن انت بس عارفة اللي احنا دايما بنكون حرصين على المعلومة الدقيقة في صباح الخير يا مصر فتمانية مارس هو يوم المرأة العالمي بنتكلم في 19 مارس يوم المرأة المصرية 21 مارس عيد الأم فده اللي تقدير ممكن نقدمه يعني المرأة المصرية جزء من النظام العالمي طبعا وعشان كده هي متواجدة في أغلب الاحتفالات أو كلها طبعا شكرا لك يا احمد ما قدرش اتكلم كل سنة طيبة منا طيب